فيه لما أنا أنا بقى لما زا ما بقول لحدة سنة دي اتأخرت. أو را اتأخرت. على فكرة. قضاء اتأخرو. قضاء اتأخروا. يعني السبع عربيته في الشارع وليس اللي يجري. كمل الباقي يعني. يعني احنا مشكلة المرور عندنا. ساهمت بدور. مش معنى اه اه ان قاضي اتاخر انه هو مهمل او المأمور بتاع ان شمس اللي موداش السنديق بدري للجنة والوزير دي غليه وقفوا دلوقتي. مش معنى كده انه كان قاصد. مش عايز تعمل انتخابات هنا ولا هنا. يعني ولزي لك انا زي ما بنقول. ده واجب قومي. اه. ده مش يوم عادي ولا ظرف عادي. اه. ده ظرف قومي. اه. واجب لازم عادي. زي ما انا كمرشعة صحيت من ستة الصبح وصلت الفجر واحد ووقفت. لازم كمان المسئول يقدر يصحف معاده ويروح معاده يعني. 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 في حاجات مش وقتها. دي جرائم لا ترتكب. لا يمكن ان نفترض سوق النية في حالة زي دي. لا يمكن باي حالة من الاحوال. لا هو مش سوق نية. هو ممكن يكون عدم تنظيم. ممكن يكون اي حالة استهتار وده اكبر من سوق النية. اي انه مأمور من بالتأكيد من الفجر ومن قبل الفجر عمال يلف بعربيات نص نقل ويوزع سندي على البتاع. بالتأكيد وجه بعقبات في الطريق. وبالتأكيد وجه بان في مكان ما الاشهد السلمان. وبالتأكيد وجه بانه فيه مرور في الطريق. يعني. 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 انا 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 شايف ان ان كانت. حارتك. انا انا فهم حارتك. اه. انا سعيد. من الناس اللي يحبوا ايه. يشوفوا نص كبال مليان. اه. اه. انا سعيد من الحاسم. اه. بس يعني. انا بنما دلسها الاخرى. حتى انا كنت زي حضرنتك، لازم ابقى انا. ده ب HP. انا بوجه تنظر الاخرى. اللي بتقول з pers علشان نتغاذى اخطاء الزامت، الزامت السابق. او يعني ازامان كنا بنقول ايه. كنا بنشوف هاجات فيها حلوة. وتاريدي في حاجات فيها عشان نبصو على الحاجات حلوة. نقول الله. والحاجات فيها عشان م Solar عشان وبصوش عليها علشان خطر كدا. وده اللي قدد لمشاكل كتير جدا. فactly احنا لما نشوف حاجة حلوة نقول عليها حلوة لكن كمان نشوف الوحش ايه لا وكمان نركز عليها عشان نصلحه عشان يبقى في الاخر كله حلو ده احنا نبتكلم فيه كمستقبل كتجربة زي ما انت قلت على بداية الديمقراطية بس ده احنا نتكلم فيه لا هو ولا تناقش يعني اه اه لا هو كويس يعني بكل المقييس يعني مثلا اما قل لي تاني بقى بكل المقييس لا انت هتجبنا من الاول بقى في موضوع السلبيات هو حيك قلت انت كنت مدايق من فكرة يعني هي قصة 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 عايزين نتغضى ده اه ايه اللي ممكن نتغضى عشان تبقى تقريبا مكتملة يعني انا بتصور قصة السندوق اللي وصل متأخر والورق اللي وصل متأخر والاوراق ايه على فكرة ورق غير مختوم اه في تصويت يعني مثلا قصة ورق غير مختوم اتحلت فورا بقى انه رئيس اللجنة يمضع الورقة من الخلف خلال ستة تمام الدافترين والدافتر لم يكن متوقع ان نسبة التصويت تبقى عالية كده فكان دايما النسبة التصويت يعني اللجنة اللي فيها الف صوت كان لو تحط فيها مية خمسة وعشين مية وتلاتين صوت كان بيقى كويس او فكانوا متعودين دايما اللجنة اللي فيها الف صوت يودوا فيها خمسمية ورقة متخبية على اساس هيرجع منهم فجأة ان الخمسمية خلصوا الساعة تتوقفت اللجنة نص الساعة على ما جابوا غيرهم انا ماشا يعني كل ده قول لي ممكن يبقى مشكلة فيه والامور مشت وبعدين عملوا زي الوقت ضايع في الكرة او الوقت بدل بضايع اللي هو ازا احنا بدأنا اللجنة متأخرة ساعتين هنمد ساعتين في النهاية ازا كنا توقفنا نص ساعة في النص هنمد نص ساعة في النهاية يعني كل ده احنا لسه في عين شرس بلغات ساعتناشر بالليل يعني انا اقصد كل المشاكل تم تزليلها كل العقبات تم تدركها في الجولة التانية والتالتة انا بتصور وكويس وده اللي حضاك بتنشوده اللي أنا فهمته يعني في الجولة التانية وتالت أنا بتصور إن كل ده هاتيم تلافيه. يعني كل ده هاتيم تلافيه. قصت المؤمور يطلع من الساعة كامة عشان ودي السنة دي. قصت ده من ناحية تنظيمية. يعني حصلت مشكلة مثلا إن الأدت أخر. في اللجنة من اللجان. عطلت في كفر الشيخ. الأدت أخر. الموظفين اللي هم اللي في اللجنة هم موجودين. راحوا بدري. فالناس فبدأوا الانتخابات قبل ما قضيك. طبعا ده فيه يعني. طبعا. بس هو عشان يسهلوا الدنيا. عشان يسهلوا. هم 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 بتخيلين لنه بسهلوا الدنيا. تمام? فجيء القضل أكام صوت اتحطه. واقف اللجنة وشأ الأصوات من تاني وأصبح في ناس مشكلة. مين ممكن يقول إن الموظفين عملوا ده في سؤنية? مه. يعني مين ممكن يقول تحت الضغط الشعبي وتحت التكدس الناس على البيان. عمل بضغط الناس برأي الناس. برأي الناس. وهناك من دمين للمرشحين في اللجنة. مه. ووافقوا على ذلك. مه. لكن اللي هيقعد يتصيد هيلاقي إن في مشكلة كبيرة حصلت. مه. إن الانتخابات بدأت بدون قاضي. مه. قتل هذا. معاك يعني أنا فهم حسنك. طيب ده بالنسبة للتنظيمية يعني أكيد الناحية التنظيمية كل اللي حصل يا رب نتمنى إن ياتب تنفيه على قد ما نقدر يعني. طيب بالنسبة للناحية الأخرى. النحية على مستوى اللجانة زي ما حكا قلت اللجانة الشعبية زي ما انت قلت على مستوى الأهالي والأهم على مستوى المرشحين وعلى مستوى المتنافسين. ما هي اللي ممكن لتلفاء واللي يمكن ما يحصلش تاني وواضح إن هو هيحصل تاني. شوف. المرشح اللي عنده أمل بس أمل إنه ينجح بيبقى حريص على إنجاح العاملين انتخبية. تمام? المرشح اللي فقد الأمل في إنه ينجح ونازل إما للشهرة أو نازل إنه ببعض الانتخابات أو بتاع ده اللي هو زي ما بنقول بالمعنى بالدارج بتلكك ويجي على أي حاجة ويقف ويقول لك ده ده بيدعي وده بيعمل وده جيه بادري وده راح متأخرة لحاجة. فهي المشكلة كلها في المرشحين معايا يعني المرشح اللي ملوش شعبية المشكلة فيه. مشكلة حقيقة فيه. زي بدليل إنه كله عايز انتخابات عايز انتخابات عايز انتخابات ولما جيه معايا الانتخابات كان سبعين في المئة منهم مش عايزين انتخابات. مم. سبعين في المئة من القتل الفات ومن الحركات ومن الأحزاب ومن الأفراد. عايزين يأجلوا انتخابات. ليه؟ حصل ظرف يعني عارض مهم جدا. فغير في حاجات كتير قوي. لا مش إنه غير في حاجات. غير في استثنائي يعني. لا يا بي. على فترة. والأسبوع العامل للانتخابات دي مكانش اسبوع عادي برضو يعني. لا 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 من أول يوم. من أول يوم. وهم لما فيه قطاع عريض من أول يوم. هو لما بيقول زي زي بالضبط كده زي ما قولك عايزين انتخابات بالفردي. ماشي هنعمل انتخابات فردي. لا على الأقل خمسين في المئة فردي وخمسين في المئة. طيب خمسين في المئة فردي وخمسين في المئة قايمة. لأ عادتين تلتين فردي وتلتين قايمة. طيب ما دي لك. تلتين فردي وتلتين قايمة. على فكرة الناس بتعوق. ايه السياسة? بتعوق انتخابات. اه ده ممكن تشوفها بيكون حد حياتك ممكن تشوفها بيعوق. اه ده تاني بيشوفها ان اللعم عاكس. ولما حصل وقت تلتين وتلت وده كان اخصى حاجة بتطلب. اعمال لك لا احنا نشوفين كنا عايزين انتخابات كلها بالقوايم. وناس تانية قالت ماشي. اه. يعني هي. عاملت انتخابة. يعني هي السياسة. ده عامل ايه طيب. هي السياسة اخد وعطى وشد وجز. لعبة السياسة في الدنيا كلها. هنعمل ايه? اه. احنا نكذب سنة لعود مع حالك اكتر في كده. ويا ريت ان شاء الله هنشوفك تاني في المرحلة اللي جاية ونتكلم على المحافظات بشكل اوسع. تركيزا يعني انا بشكر حدك جدا عبدالناصر سلامة رئيس قسم المحافظات بجريدة الاهرام وايضا نائب رئيس تحييي الاهرام. مشكراك شروع سنجازين. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا ملف الانتخابات سيظل ملف ساخر. حنروح للفاصل ونرجع تاني وهنتكلم برضو على الانتخابات. خليكم معنا.